كتاب عبارة عن تجسيد لتاريخ السودان المتقبل بالتالي نحن 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 عن جسئية واحدة وحابور في محطات صغيرة تحتاج من الأخوة في البرنامج أن يقيفوا وقفات لكل الأسر والممالك والمشايخ قبل وصول عبدالله جمعي إلى حلفية البلوك كانت تسمى أولات حميدان وهذا موجود في مرجع كتابه للبروفيسور المرحوم رحمة الله علي عون الشريف وفي طبقات والضيفة لحلفية الملوك التاريخ والبشر كانت تسمى حلفية أولات حميدان حميدان أحد بيوت الجمعية حميدانية موجودين عبروا من غرب النيل التي هي منطقة الجزيرة سلاج وآتوا إلى حلفية الملوك وجدوا فيها بعض البيوتات كانت موجودة من ضمنها الصوارضة التي هي الآن توجد في حلفية الملوك أغدم مغبرة في السودان التي هي الصوارضة موجودة سلالته موجودة يسم الآن الحياب تاريخ قديم عريق عنده تاريخ موجود ينبغي للبروفيسور ويسمع الصوارضة والجزور من أين أتوا وأين استقروا الحميداني لما استقروا في هذه المنطقة الشمالية الشرقية من حلفية الملوك بالملك حميدان اللي هو جد الحميداني الموجودين استقروا فيها فترة من الزمان فرع بيت من بيوت الجمعية عبر وجمه وجود عندما أتى عبدالله جمع من قري وجد تلك البيوتات موجودة كواهلة صوارضة ضيف اللاب ونترحم على أبونا الشيخ محمد نور خوجلي والضيف الله مؤسس طبقات والضيف الله لأنه كانت موجودين في ذلك الزمان وبالتالي عندما وصل عبدالله جمع إلى حلفية الملوك الملك بتاع الحميدانية ساق ناسه وعبر إلى العجية ودق النحسات بهناك بأنه هناك قوة عسكرية منظمة زاد عتاد حربي كبير جدا لا تستطيع المفرد الصغيرة بتاعة الحميدانية والبيوتات الموجودة أن تواجه تلك الترسارة العسكرية الضخمة لمملكة العبدالله وبالتالي عبر العجية ودقوا لحساتهم وجمعوا كل الجمعية من الريف الشمالي حتى الريف الجنوبي ولكن حكمة أرباب العقايد في ذلك الزمان جمع ملك الحميدانية مع عبدالله جمعه وولاده في توتي وعمل صلح نتيتها سمحوا للجمعية ويستغروا في المنطقة الموجودة الآن في منطقة القطاطي ويستغروا فيها تاريخ قديم جدا جدا يمتد جزور وأهلهم موجودين في ذلك المنطقة شأنهم شأن بغية القبائل التي كانت موجودة في حلفاية الملوك وبالتالي قام عبدالله جمعه بتجميع ملوك الجمعية والضيف اللاب والصوارض والشايقية وغيرهم من القبائل أطلق عليها حلفاية الملوك وبالتالي عالج كل إشكالية كل قبيلة تلقى نفسها في الحلفاء عندها مشاركة وعندها موجود وأدار هذه المملكة بحكمة وبيقتدار يمتد التاريخ ويمشي عشان كده لما قلنا البرنامج حكاية مكان نبحث ماذا فعل التاريخ وبنها في حلفاية الملوك لم يشك إطلاق الشخص في تاريخ حلفاية الملوك القديم لكن الحديث حلفاية عندها إرثة ما ذكرت ثقافي وتاريخي وأدبي وعلمي وعسكري عندها تذكر حلفاية الملوك لا بد أن نقيف في محطات حسن بشير نصر رحمة الله عليه قائد عسكري محنك له تاريخ وله بصمات واضحة في حلفاية الملوك ينبغي أن نقيف عندها ومعه أهله من بغية الشايقية وهناك لما نتحدث لا بد أن نقيف عن أولى الضفالة والطبقات مشايخ دينية وعندها إرثة تاريخي قديم جدا جدا ينبغي أن نقيف عنده لا بد أن نقيف عندنا شمس الدين والملسم في الفئة الموزن ما ذكرتك بالدين وعنده أشياء كثيرة جدا لا بد أن نقيف ما دا تتكلم عن حميداني علوق العصورية عن عبدالدافع عبدالدافع الموجود هنا فيها فيها كثير من المشايخ التي ساهمت في نشر الدين وتعلم القرآن وتحفيظه منهم الحميداني عندنا خلوة محمد أحمد والدلمين كانت مشهورة في المنطقة لات الحميداني هذه له بعض وله مساهمات في تحفيظ القرآن في تلك المنطقة ورب يتقبل منه المزعة شان وشان بقيت أخوانه شمس الدين والضيف الله والفك الحسن والنور الدين وكمية من المشايخ والطرق الدينية المتعددة في حلفاية الملوك لا يعرف بالتحديد كيف ومتى برزت هذه المدينة إلى الوجود ولكن مما لا شك فيه فهي قديمة وكانت قريبة من مركز السلطة في مملكة علوة هناك بعض الروايات تقول أن اسم حلفاية الملوك مشتق من قصة منسوجة حول الشيخ يعقوب بن مجلي وهو أنه على الامرأة اسمها فاية ولذلك لقبوه بالحلفاية ثم تحرف الاسم إلى الحلفاية إذا أردنا أن نتحدث عن حلفاية الملوك وهي تاريخ غديم منذ قبل أن تغام قبل أن تغام الخرطوم وقبل أن تغام أم درمال وهكذا حلفاية الملوك كانت عاصمة للسلطان بعد أن كانت العاصمة في قره ونقلت من قره إلى حلفاية الملوك وظلت تحكم كل مناطق السودان إلى أن جاء الحكم التركي وصغط الحكم بحلفاية الملوك الآن حلفاية الملوك سودان مصقر فهي فهي تضم كل قبائل السودان تضم كل قبائل السودان وتعيش في إلفا كل هذه الجماهير في إلفا ومحبة وتعاون وإخلاص يتعاونون في الخير كما تجدهم في المعاتم زرافات ووحدانة كل أهل حلفاية الملوك أهل وبالرغم من وجود كل قبائل السودان داخل هذه الحلفاية تجد قبيلة الشايقية قبيلة العبدالله قبيلة الضفالله وكل قبائل السودان مجتمعة في هذه الحلفاية ولكن لا توجد عنصرية إطلاقا إنما تآلف ومحبة وتعاون تقى حلفاية الملوك على بعد 8 كم شمال الخرطوم بحري أما حدودها الحالية من السكة حديد شرقا حتى نهر النهل غربا ومن مزرعة جامعة الخرطوم جنوبا حتى شمالا لاسلكي حلفاية الملوك بدت منذ التاريخ القديم ويمكن لكي نذكر حلفاية الملوك لا بد أن نتحدث عن مملكة العبدالله أو سلطن السنار أو السلطن الزرقاء فهذه بدايات لها تأثير كبير جدا في مسيرة حلفاية الملوك وإذا أردنا أن نتحدث عن العبدالله أو عن مشيخة العبدالله فلا بد أن نرجع إلى عبدالله جماع مؤسس مؤسس المملكة العبدالله وهو عبدالله ابن محمد الباقر ووالد الشيخ عجيب المانجلو الذي يعني ما زالت له ما زالت له يعني ذكرى كبيرة جدا جدا وله تاريخ كبير إذا ذكرت الحلفاية لا بد أن يذكر الشيخ عجيب المانجلو فله مجمع في حلفاية الملوك وله وله مركز في قري ومن عجيب المانجلو كالذي الذي أسس أسس أيضا مملكة قري فهذا الرجل يمكن القول أنه يعني كان له الفضل في إسلام هذا البلد أو هذا الإسلام لهذا البلد فقد كانت هناك مملكات مسيحية وكانت هناك الوسنية وكان هناك بعض القبائل القليلة من قبائل العربة دخلت من الشرق ولكن يعني الشيخ عبد الله جمع وابن الشيخ عجيب المانجلو يعني كان لهم باع كبير جدا جدا في محاربة العنج وإدخال الإسلام وجلب العلماء وكثير من العلماء وأسسوا دولة 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 كبيرة جدا جدا وكان لها تاريخ كبير وهذه الدولة يعني كانت استمرت 317 سنة إلى أن جاء الفتح التركي وكان يعني آخر ملوك العبدالله بل كان في حلفات الملوك هو الشيخ ناصر والشيخ اللبين تمتاز مدينة حلفاية الملوك بتنوع العناصر التي استقرت وتماذجت فيها فنلاحظ تجمع العديد من القبائل الشايقية والمغاربة والعبداللهب والجعليين والمشايخ والدواليب حلفات الملوك سودان مسقر فيها من العبدالله إلى الشايقية حتى المغاربة أهلنا الدواريد من تركيا تعايشوا في أمن وسلام وتعاضب إلى يومنا هذا وإن شاء الله تستمر ويستمر هذا التعاون وهذا الأخاء وهذا الترابط وهذا التواصل وزي ما قلت لكم يا ريت أنا كان عندي أكثر لي أضيفه ولكن والله أنا يعني ناس حلفاية الملوك عارفنا أنا يعني بعيد من الحلفاية يمكن من سنين طويلة وطويلة والحمد لله الحضرت عشان برضو أستعيد وأترى الزكريات والمسائل الجميلة والحضور الحلفاية وألغة الجميل حلفاية الملوك كانت ولا تزال بؤرة إشعاع ديني وثقافي بخصوص المواضيع الاجتماعية الموجودة في الحلفاية بالذات النساء هي بتتضمن أشياء كثيرة يعني منها الاجتماعيات اللي بتحصل في الأفراح من زمان يعني من حبوباتنا الزمان يعني بنسمع عنهم اللي هي حاجات اجتماعية حلوة وشديد يعني بت الأعراس اللي هي بتدوم لفترات طويلة بتكون بتتعاون فيها من يعني لوازم الأفراح اللي هي الأشياء المادية مثلا والشغل اللي بيكون بيتم في البيت اللي هو بيكون طبعا من أي أسرة بيكون في تعاون من أي أسرة للأسرة الثانية أو للأجيران والأهل والأصدقاء وكذا ده زمان طبعا زمن حبوباتنا وزمن أمهاتنا حاليا طبعا الظروف اختلفت وغطي يكون يعني ابتدعوا اختراعات جديدة التي ستكون فيه تعاون اجتماعي يربط بين الأهل ومن خلاويها الشهيرة خلوة الفكي محمد نور الدين وخلوة الفكي حسن وخلوة وضيف الله وتم افتتاح أول مدرثة نظامية في العام 1926 أهل مدينة الحلفاية على صلة مستمرة بمراكز العلم وكانت خلاويها جاذبة للطلاب من كل مكان نحن من قمنا طبعا لقينا يعني أمهاتنا وعبوباتنا يعني كان ناس متكادفين مترابطين يعني ناس طبقهم كان بتاع الكسرة واحد وحلتهم واحدة يلا حسها طبعا لسه يعني الحاجة دي عندنا فيه يعني ما تلاشت يعني الناس يتواصلوا ويكونوا يعني أي حاجة بيناتهم مرتبطة ليه حسن الحمد لله يعني ما راحت يعني حسن بيتنا فاتح لحد البيت التالي تيراننا ونحن مع بعض بعدين كهو قمنا يعني حسن نحن بيدورنا قمنا في تكوين جمعيات يعني أول جمعية في الحلفاية عملنا نحن يعني عندنا ياهو جمعية التوبة دي طبعا أول دفعة كانت 2011 الجمعية ذاتة يعني مما نشأت لحد ما مولنا كانت شهرين وعشر يوم مولنا فيها مئة وتمانين نفر في رمضان حسن مما نشأت مما نشأت وسبعين نفر في حدود المليون يعني كل واحد بنادي مليون لمشاريع صغيرة يعني تمويل أصغر والحمد لله الناس استفادوا منها شديد وعندنا نحسي عشر دنفر مما نشأت في حدود الثلاثة مليون عشر دنفر بثلاثين مليون ده حسن يعني يوم الأحد إن شاء الله الأسبوع الجاي حيشيلوا حاجاتهم ومشوا مشاريعهم بإذن الله تعالى ظلت مدينة الحلفاية طوال تاريخها حافلة بالعلماء والفقهاء والمؤرخين والشعر ومن أبرز شيوخها الشيخ محمد نور ديفالله والشاعر الأنموذج إدريس جماع وشاعر الحق والخير والجمال محمد محمد علي لم يقتصر جانب الحلفاية في المساهمات والإنجازات في مجال الدين والعسكرية فقط كذلك في الشعر إدريس محمد جماع محمد محمد علي وكثير من الأدبة والشعر التي لم ترى قصايدهم وأدبهم النور بدأت الحركة الرياضية في مدينة حلفاية الملوك منذ الثلاثينات وازدهرت في الأربعينيات فقد أنشئ نادي حلفاية الملوك الرياضي في العام 1944 ونشأت بعده العديد من الأندية الرياضية الحلفاية الحديثة تتكون من 15 حي ولكل حي لجنة شعبية ولكل حي دواخل ومطالب واحتحاجات الضرورية وغلت التغينا بهذه القناة وتحدثنا عن الشبكة المياه في برنامج آخر ولكن الحلفاية اليوم تحتاج إلى كثير وكثير ولم يكن هذا مجال لتحديد ما تحتاجه للحلفاية ولكن ننوه لأن الحلفاية كما أثلت لها 15 حي وكل حي له احتياجات احتياجات من صحة وتعليم وثق وكذا 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 الحاجات الضرورية لتكملت مناخ المدينة مدينة الحلفاية المدينة التاريخية التليدة الراسقة في القدم حلفاية الملوك كانت مركزا تجاريا مهما لذلك عمل أهلها بالتجارة بيد أن النصوط الزراعي كان أكبر بحسبان أن المنطقة زراعية وتمتاز أراضيها بالخصوبة والتوفر مياهر مدينة الحلفاية تطورت منذ عهد الفونج حتى الآن تطورا كبيرا كان يشتق الحلفاية قديما فاشر الشيخ عجين وهو شارع عرضه حوالي 150 زراعا وغد اندزر هذا الفاشر ولم يبقى منه إلا شارع النص الذي تستعمله العربات وسط الحلفاية وهذا الطريق ينصف الحلفاية إلى قسمين إلى الشرق السوق وإلى الغرب فريق شيلع وإلى الجنوب فريق اليحياب ووسطها يقع فريق العبداللعب تطورت مدينة حلفاية الملوك فغد تمت سفلتة الطرق وتقويت شبكة المياه وإنشاء المراكز الصحية ومراكز الشرطة ومراكز بسطة الأمن الشامل وتأهيل المدارس في بداية السنين نقول العشرة الأخيرة في تطور حصل في مدينة الحلفاية بصورة يمكن الناس حساو أو لا مساو ولسه يعني ما كمل المزالة دي فيها فيها مركز التدريب مركز كبير جدا وفيها يعني من الحاجات الجديد الشارع بتاع مور قديم اللي هو الرئيس سماه شارع إدريس جمع أبدالله جمع فحصل تطور يعني ومنها يعني الليلة بنشهد في شبكة جديدة اللي هي الحلفاية يمكن من ستين سنة قبل ستين سنة عملت وما حصل لها جديد إلا في الفترة الأخيرة يعني في العشر سنين اللي تكلمنا فيها وإن شاء الله بإذن الله الحلفاية يعني ماشي في تقدم وازدهار وحتكوم في يوم من الأيام من المدن البشروريها بالبناء إن شاء الله أن إحنا على عزم أنه تكون الرائدة في كل شي في سغافة في رياضة في تخطيط في كل شي إن شاء الله وبإذن الله تعالى بتكاتف الناس والحمد لله يعني الناس كلها متكاتفة في العمل ما مقصرة بنصل لغايتنا وربنا يوفقنا إن شاء الله حلفاية الملوك مدينة الشموخ والجمال مدينة ما يزال رحمها رطبا بالنوابق والمبجعين وقدمت للسودان العديد من أبنائها لخدمته وأخيرا إن كان ثمات مدن يصنعها التأريخ ومدن أخرى تعيش على هامش فإن مدينة حلفاية الملوك مدينة صنعت التأريخ اشتركوا في القناة